الشريك كمان انا شايفيه حذر. يعني ممكن يكون عارف شوية اللي بيدور في جمازك هو حذر منك شوية. في حب اه في حب بيفكر فيك كتير بيفكر في حل للعلاقة دي. يعني انتو تقريبا ممكن تكونوا مرتبطين بقى كتير علاقة علاقة روحية بينكم قوية. بس بعضكم يعني انا اسفى برج العزراء ممكن يكون للبعض انت برج العزراء انت اللي عملت حاجة في الشريك. انت بعثت انت غادرت انت خدعت الشريك زعلان تعبين بيدفع عن نفطه. آآ بيدفع عن مشاعره بيدفع عن الحياة بيدفع عن حاجات كتير فانا شايفة ممكن يكون للبعض آآ برج العزراء انت او هو الشريك شايفت كده ان انت آآ غادرت بحب آآ بحياة بعلاقة وبحاجات كتير وشايفة في طرف تالس يا جماعة في العلاقة دي. آآ النصيحة بتاعتك آآ يعني انت محتاج تكون صريح مع نفسك برج العزراء محتاج تكون صريح مع نفسك آآ محتاج آآ تشوف الامور آآ بشكل اوضح آآ تفكر بحكمة وعقل آآ تبعد ولو حاجة زي يعني بص هنا النصيحة ماشية مع القراءة. القراءة هنا كان فيها غمود كتير. في حاجات مش معروفة آآ مش معروفة كتير. هنا بيقول لك انك آآ آآ بتفكيرك بعقلك تقدر تنور لنفسك الطريق والحاجات اللي انت ما تعرفهاش آآ هتعرفها. يعني في حاجات انت ما تعرفهاش هتعرفها قريب. ولو الشريك هو اللي في حاجات ما يعرفهاش هيعرفها قريب ان شاء الله. ده بالنسبة للمتزوجين من برج العزراء. نروح للمنفصلين والمطلقين من مواليد برج العزراء. الكراءة للمنفصلين والمطلقين من برج العزراء. تك تك في الاول يا برج العزراء منفصلين ومطلقين. انا شايفة بعض آآ ممكن للبعض يكون آآ الطرف الثاني او الطرف اللي انت منفصل عنه آآ يكون مسافر او تكون في علاقة حب مع حد مسافر. بس انا شايفة آآ رحيل يعني فيه حزن وفيه انقطاع. يعني فيه انقطاع تواصل تماما بالنسبة لك يا برج العزراء مطلقين ومنفصلين. آآ شايفك آآ في الوضع الحالي آآ فيه حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها. يعني مش في الوضع الحالي في الماضي. الكراءة عشان تكونوا عارفين هتكون ماضي حاضر مستقبل بازن الله. اللي ماضي انت آآ يعني شايفة كان فيه علاقة حب فيها تفاهم كتير. آآ شايفة آآ طرف بعد. شايفة فيه غدر. آآ شايفة آآ طرف فيه برج العزراء دوت. انت شايفك مجروح كتير جدا من حاجات كتير وحصلت مش حاجة واحدة بس. علاقة شايفك خارج من علاقة. علاقة كان فيها حب آآ لكن كان فيها صعوبات كتير جدا انت مرت بيها. آآ كمان آآ انت كنت آآ يعني زي ما نمشي العلاقة بالآآ بالصبر. يعني مش اكتر يعني انت مكتش بتعمل اي حاجة في العلاقة. آآ انت كمان ممكن تكون شايف ان انت تكون قدمت فيها كتير. ممكن ده حب حياتك. يعني ممكن تكون علاقة قوية بقالها سنين او هو ده الحب اللي في حياتك اللي مفيش غيره. آآ شايفكم في الوضع متكتف آآ ممكن يكون بعضكم كمان تعرض لسرقة او لغدر يعني في الغالب هي سرقة. وممكن السرقة على فكرة تكون سرقة مشاعر سرقة عمر سرقة آآ حياة يعني حاجات كويسة في حياتك مش شرص تكون آآ سرقة بس مادية آآ في الوقت الحاضر انا شايفك بتشيل مسئولية كبيرة جدا يا برج العزراء. عندك حمل كبير مضغوط آآ واقف في مكانك رغم انك عندك حاجات كويسة كتير قوي ممكن تقدمها بس واقف في مكانك بسبب الحمل الكبير والسئيل اللي عندك ده انت مش قادر تتحرك مش قادر تعمل حاجة آآ بيبص على الماضي آآ شايفة بعضكم بيبص على الماضي ومستني علاقة من الماضي والبعض الثاني عايز علاقة جديدة تماما ومش عايز يفتكر الماضي باي شكل خالص يعني لقدام لقدام ده وضعك الحالي بتكلم عن وضعك الحالي لحد دلوقتي آآ وضعك الحالي كمان ممكن يكون بعضكم دخل في ارتباط ممكن يكون بعضكم آآ عايز يدخل في ارتباط جديد لان شايفة برضو هنا انت بتتيب الماضي يعني انت مدي دهرة في الماضي آآ وعايز تدخل في علاقة حب جديدة وفي ارتباط جديد وبتفكر آآ ممكن بعضكم يكون واخد وقت مع نفسه انه يفكر في في العلاقة الجديدة دي آآ شايفة للبعض منكم منصفين مطلقين شايفة في علاقة زواج آآ شايفة في زواج كزا كانت الزواج شايفة في رجوع آآ شايفة في انهاء علاقة آآ كانت صعبة جدا بالنسبة لك يعني انا شايفة في هنا يعني انت مريت بالزيد في علاقة فيها خدعة فيها سرقة آآ فشايفة هنا انت بتقرر في ان هي علاقة او في علاقة انت مش عايز ترجع لها آآ الطرف الثاني بالنسبة آآ هنتكلم الاول عن المستقبل وبعد كده نشوف الطرف الثاني لو انت عايز تعرف هو بيفكر في ايه آآ المستقبل انا شايفة عندك فيه علاقة حب آآ يعني رومانسية جدا يعني فيها حب تفاهم آآ يعني فيها حاجات كتير انت بتتمنها وممكن دي تكون رجوع على فكرة لاني شايفة آآ اللي بعدها آآ شايفك منتصر منتصر والانتصار ده آآ واضح لكل الناس يعني انتصار بينك وبين نفسك آآ بينك وبين الشريك لأ انتصار واضح جدا لكل اللي حواليك وكمان هيبقوا فرحانين به وفخرين بالانتصار ده يعني بك انا شايفة ناس كتير بتهنيك بتهنيك على آآ زواج ارتباط آآ او رجوع في الطرف الثاني آآ وممكن يكون رجوع الطرف الثاني لان انا شايفة هنا برضو البعض لسه بيبص عليه شايفة وضعك هيكون مستقر جدا آآ في المرحلة اللي جاية شايفة وضع مستقر آآ يعني آآ بعد كتير لغبطة انت هتقدر آآ يعني تسيطر على حياتك على امورك مش هتبقى مترد الثاني ولا خايد الثاني لأ انت واقف وعارف انت بتعمل ايه وكمان كأنك عارفت ايه آآ كأنك عارفت اللعبة تتلاقي بازاي يعني خلاص انت بقيت ساكت وبقيت عايز تدخل جوة تفكير الطرف الثاني او الشخص اللي قدامك فانت مش هيتضحك عليك تاني دين بالك انت يا برج العزراء آآ الطرف الثاني انا شايفة يعني آآ قاصل على مشاعره مش آآ مبين ان هو يعني مش عايز يا تواصل آآ او آآ بس الطرف الثاني على فكرة يا برج العزراء برضو ممكن يكون للبعض منكم هو يكون عايز العدل معك يعني عايزك تفكر بعقلك وتاخد حل عادل بالنسبة لموضوع الانفصال انا ممكن يكون بعضوكم في انفصال آآ بس من غير طلاق آآ وعلى فكرة هو اللي بعضوكم عشان كده بقى عشان كده في رجوع هو سعلا بيشتغل على حاجة في العلاقة آآ كمان آآ في حب عنده عند حب ليك كبير بيحلم بان انتو تبقوا مع بعض تاني آآ وبيشتغل على العلاقة وفي ممكن يكون في حاجات بيعملها آآ بيعني بيكذبك باي نوع من انواع الحاجات يعني في حاجات بيعملها او حيل المهم يعني ان هو يعني ممكن يرجع لك بس الطرق كده مش آآ مش مباشرة يعني مش جاي لك هو طريح لأ آآ في طرق كده مش مباشرة لكن في حب آآ في حب وفي آآ وفي يعني طرف بيطالب بالعدل وآآ في ان هو مسيطر على مشاعره ومسيطر على قلبه آآ علشان ما يزهرش ضعف ده ممكن هو مش عايز يزهر ضعف لان في حب كبير جدا مش عايز يزهر ضعف وعايز يكون في رجوع بس الطرق تانية غير آآ مباشرة النصيحة بتاعتك بالنسبة آآ لبرج بالنسبة لبرج العزراء آآ انت عندك بداية جديدة في علاقة انتهت في علاقة انتهت في علاقة انتهت بالفعل آآ في بعدها بداية جديدة حاول في البدايات الجديدة تغير من طبعك ومن شخصيتك حاول تكون غامض آآ حاول تكون بتسيطر على مشاعرك آآ الحاجات اللي كنت بتعملها ما تعملهاش آآ آآ اتعامل يعني الكاهنة دي بتقولك يعني انك تاخد الوضع ده بتاع الكاهنة اللي هو آآ انت انت بتقدر تسيطر على مشاعرك بتقدر تتصرف بعقلك آآ مش مش اندفاعي ومشاعرنا ما ندهاش لأي حد وكمان مطلوب منك يكون عندك شوية غموط يعني ما تبقاش واضح قوي كده لأ خلي عندك شوية غموط ده احتفظ بيوم لنفسك عشان دايما تكون آآ يعني جذاب للآآ للطرف الثاني آآ الابراج اللي موجودة يعني اقول الاول الطاقات اللي موجودة الطاقات اللي موجودة في الصوفة النارية طاقة مائية آآ هوائية كتير عندك هوائية والطاقة ترابية الابراج شايفة معيك الصور شايفة معيك آآ العقرب آآ ابراج كتير موجودة معيك آآ برج العزراء دي الابراج اللي انا شايفتها برج الحمل كمان موجود معيك برج العزراء زيك موجود معيك آآ بالتوفيق للجميع ان شاء الله آآ ونروح للعازبين والغير مرتبطين من برج العزراء القراءة آآ قراءة شهر اغسطس بالنسبة للعزرين والغير مرتبطين آآ ماضي حاضر مستقبل انا شايفك في الماضي انت يعني كنت حد مبسوط قوي سعيد فرحان آآ كمان شايفك كنت في علاقة حب بعضكو آآ ممكن تكون آآ كنت آآ يعني طرف طالت في علاقة حب انت تكون فيها طرف تالت او في علاقة حب آآ دخلها طرف تالت لكن انا شايفك انت في الاول انت كنت مبسوط قنت سعيد آآ عايش حياتك بشكل كويس آآ آآ حبيت شخص شايفها فيه في حياتك شخص انت كنت عايز تفوز به فعشان كده كمان ده بيأكد وجود الطرف التالت انت كنت عايز انت اللي بتس بالشخص ده آآ 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 شايفت لبعضكو العلاطة دي آآ اتهدت احتمال اتهدتني يعني من 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 بدايتها آآ آآ في كتير آآ يعني في كتير آآ كنت في في الكراءة بتاعاتكو يعني آآ آآ انت كنت يعني انت كنت حذر على فكرة انت كنت في علاقة انت كنت فيها طرف تالت الثقات الموجودة انا شايفة ثقات نارية موجودة معك كتير في الكراءة بنسبة للعزبين وغير مرتبطين النارية كتير جدا معيك والآآ والترابية والهوائية بسيط وفي مائية الابراج اللي موجودة معيك عقرب حمل اسد آآ سور آآ عزراء آآ الاسد جاي لك كتير آآ آآ ابراج كتير الموجودة سرطان المهم انت كنت في علاقة انت كنت عايز تفوز فيها بالطرف ده لكن انت يعني شايفة البعض ممكن يكون خرج خسران او الطرف التاني هو اللي خرج خسران من العلاقة آآ في انسحاب وفي رحيل آآ شايفة طرف التاني او انت دفعت عن نفسك قدامه بسبب العلاقة الثلاثية دي آآ وبعدها كان فيه الانفصال او انقطاع العلاقة آآ انت بعضوك العلاقة دي انت مستني فيها تواصل يعني مستني ان هي ترجع تاني بتفكر فيها بتبص عليها حاسس ان انت وقتها كنت عايش حالة حب حلوة قوي عايز ترجع لها تاني آآ شايفة الطرف التاني آآ يعني باصل له قدام غير وجهته ادى ظهره يعني يعني بعد تفكير على فكرة يعني بعد تفكير وبعد موازن اموره انا شايفة طرف التاني آآ بعد آآ العلاقة دي ممكن تكون آآ انتهت بسبب كده ان هي فيه حاجة اتعرفت فيه حاجة آآ اتعرفت او بقت معروفة لناس حوالتها آآ الوقت الحاضر انت يعني حاسس انك تشايل حمل كبير جدا فوق طقتك آآ يعني بتحب الطرف التاني ده فيه عندك حب كبير جدا لي آآ لكن انت آآ مش قادر تشوف انت باصل على العلاقة وباصل على كل اللي كان بيحصل فيها عمالك في الزكريات ومش قادر تشوف اي حاجة تاني حواليك آآ فيه عندك علاقة حب جديدة آآ انت كمان عندك اللي يتقدمه بس انت واقف في مكانك انت مستني حد معين هو اللي تكون معاه او هو اللي يجي ويتكلمك آآ على فكرة الحد ده ممكن يرجع وممكن يجي ويتكلمك لان هنا بيقول لك انت انت تصبر وان فيه عرض هيجي لك آآ وان انت الانتصار او الفوز اللي انت كنت بتحلم دي او بتتمنيك تبديت العلاقة آآ هيتحقق لك ان شاء الله آآ في المستقبل آآ شايفة بعد آآ رحيل بعضوكو فيه عند دول عزبين والغير المرتبطين فيه عندك ارتباط آآ ببت شايفك في الارتباط ده هتبقى قاتل على قلبك شوية بحافظ على مشاعرك شوية مش هتبقى آآ بنفس العفوية ونفس الانطلاق اللي اللي انت كنت فيه مسلا في علاقة قبل كده يعني مش هتكون لكن فيه علاقة زواج وعلاقة زواج فعيد كمان آآ آآ فيه زواج فيه زواج وبقوة آآ فيه زواج آآ واللي فيه رجوع لعلاقة اجيمة او ممكن يكون فيه رجوع لعلاقة اجيمة وحياة عيدة في علاقة كانت موجودة في الماضي آآ انت كنت افتكرت ان هي خلاص دي مش هترجع تاني لكن فيه زواج وآآ بعد استشفاء ان شاء الله انت محتاج ان انت تاخد وقت مع نفسك او ممكن من الطرف الثاني لو انت زعلين انت وحد يكون في حالة استشفاء او بياخد وقت مع نفسه وبعد كده هيدي وهيكلمك آآ فيه زواج آآ بعدوك على فكرة ممكن يكون محتار بين شخصين ممكن يكون عنده اختيارين آآ محتار بينهم آآ لكن هتقدر تقرر وهتقدر تختار انا شايفة العلاقتين اللي انت محتار بينهم الاثنين حب والاثنين ارتباط والاثنين زواج آآ فهنا القرار هيكون في ايه بك انت يعني آآ بس تحاول تطلع من حالة الحزن والاكتئاب انت عندك حزن والاكتئاب آآ فكر آآ يعني ازاي تخلي يعني يعني هنا بيقولك انه آآ انت قردي في عندك علاقة فعلا انتهت. في علاقة انتهت خالص انت حزين جدا بسببها. بس تفكر بحكمة. آآ تفكير بحكمة هيفيه دك في انك انت تعرف اللي حصل ده حصل ليه. آآ عشان تقدر توصل لحلول آآ فيما بعد. آآ شايفة كمان آآ بالنسبة للنصيحة ساعتك آآ انك ما تترددش. ده ليش تتردد? حاول تاخد قراراتك آآ بشكل واضح وبشكل سريع وبشكل قاطع يعني ما تقولش كلام وترجع فيه او تقول حاجة وتغيرها او كل شوية تبقى بحيل. حاول تسيطر على مشاعرك وتوزن بينها آآ عندك آآ لو انت عملت كده انت عندك علاقة حب قوية جدا في المرحلة اللي جاية آآ انت اللي في ايدك سنجحها. ده بالنسبة لبرج العزراء آآ شهر اغسطس بالنسبة للعاجبين والغير مرتبطين ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب آآ وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد آآ شكرا للمتابعة برج العزراء